السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة طلبات الشهادة الأدادية إن شاء الله نكمل معاكم حل الامتحانات والمحافظات اللي امتحنوا النهاردة محافظة إسكندرية السؤال الأولاني عملية التحول التلقائي فيه أنوية فيه أنوية زرات بعض الأناصر إلى التركيب أكثر استقرام بظاهرة النشاط الإشعع الطبيعي تغير سرعة التفاول كميائي يتغير في تركيز المواد المتفعلة والنتجة في وحدة الزم يحكم الصفة الوراثية أو يتحكم في الصفة الوراثية المندلية في الكائن الحي يزوج واحد من الصفات المتضادة الصفات المتضادة من نتائج المترطبة على أضافة حمض هيدروكلوريك إلى كربونات السوديوم كاتب للمعادلة بس تفضل زائد اتنين المعادلة دي مهمة وقيل عليها ومركز عليها في جميع المراجعات هيديني اتنين زائد مية زائد ثاني أكسيد الكربون غازية تصعب وقال لي المعادلة بس ما تتكلمش كتير يا نمرة اتنين عدم قدرة خلال الجسم على استخدام الكولوكوز ايه اللي بحصل اولا يتراكم يتراكم الكولوكوز في الدم وتزداد نسبته في الدم ويصاب الانسان بمرض البول السكري واي اللي عليها برضو مبارح في البس المباشر وفي الأسئلة اللي قلناها تعالوا بقى ليه تخير من ألف لبقى والقاعدة العامة اللي قلتها لكم الفترة اللي فاتت كلها ايه هي يا مصدر ان دايما في إجابة اللي عمود نعمل زي ما احنا بنعمل كده يبقى احنا هنا عندنا أربعة نهيات وفيه خمسة نهيات واحدة واحدة بقى كده الريستات المنظلة التحكم في المقاومة التي يلاقيها الطيار أثناء مروره في السكن تمام كلام كلام حلو يبقى واحدة تبقى بقى انزيم الاكسيديز يبقى الوقتي هنا قلنا رقم واحد الريستات التحكم في المقام انزيم الاكسيديز ماله يزيد من معدل تفكك فوق اكسيد الهايدروجين يبقى اثنين هتبقى دال التفاعل الكيميائي كسر روابط جزيئات المواد المتفاعلة تبقى ها ثلاث أربعة شدة الطيار القهربي جدة الطيار كمية الشحنة الكهربية خلال زمن تمام يبقى رقم ايه جيم نيجي اكتب المصطلح العلم ترتيب العناصر متسلسلة النشاط متسلسلة النشاط الكيميائي متسلسلة النشاط الكيميائي الهرمون مسؤول عن نمو بطالة الرحم الايه البروجستيرون مقدار الشغل المبزول فرق الجهد فرق الجهد مركبات تفاعلاتها الكيميائية بطيئة وتحدث بين جزيئاتها المركبات التساهمية تساهمية في الانسان تسود صفة شحمة الازن دي هنحله فرق حالا مع بعض تمام نكمل بسم الله الرحمن الرحيم في الانسان تسود صفة شحمة الازن هو عاوز بقى ناتج تزوج رجل وامرأة كل من هما هاجين هاجين هقوم عامل ايه كابتل ايه سمول وايه كابتل ايه كابتل ايه سمول ما هي دي الهاجين خلاص يبقى نبدأ نحل المسألة عادي وطبيعي يعني دي البيرانس دي البيرانس الاباء هنا الجاميتات ايه كابتل ايه سمول دي الجاميتات دي الامشاج المذكرة لازم اعمل كده عشان منقص درجات ودي الامشاج المؤنسة جاميتس طبعا بنبدأ نعمل الجدول ونطلع النسبة اللي هو عاوزها طبعا هتطلع تلاتة سائد تلاتة سائد قبل محلها الى واحد ايه متنح لا يا مستر لان ده الجيل التاني بتاع قانون من دي الاو تلاتة سائد اللي هيطلع لايه مجموعهم توتل يعني ايه شحمة الازن ايه منفصلة ودي ايه واحدة بس اللي هتطلع ايه متصلة خلاص اللي هتطلع ايه سمول ايه سمول نعمل الجدول عشان برضو الناس تعرف المسألة طلع ازاي نسبة تلاتة الواحد هنا امشاج مذكرة امشاج مؤنسة ايه كابتل ايه سمول ايه كابتل ايه سمول ايه كابتل ايه سمول ايه سمول ايه سمول يبقى دي نسبة الواحدة هيت اما التلاتة دي من ضمن الايه السائد نبص على المسألة في مسألة عندي برضو نفكر فاكرة وبالراحة مع بعض بيقول لي عايز قيمة المقاومة ميم بالقوم هو عاطيني طبعا عندي قانون ميم بيساوي جيم على ته طيب عاطيني جيم كام عاطيني ستة فولت شدة الطيار كام اتنين يبقى ستة على الاتنين فالتلاتة ايه اوه يبقى دي رقم واحد خلاص يبقى عايز قيمة المقاومة ميم كمية الكهربية اللي تتمر في الدائرة خلال نص دقيقة هو عاوز كمية الكهربية اه طيب وانا عندي شدة الطيار شدة الطيار بيساوي كمية الكهربية على الزمن بس بالثواني خلاص يعني كمية الكهربية هتساوي ايه مستر ايه في زين طيب شدة الطيار كام شد الطيارة اطغال اتنين في الزمن بالسوالي بيقول لنص دقيقة يعني نص في ستين خلاص تمام يبقى الوقتي هنا هوت يعني هنكانسل لاتنين مع النص يعني نطلع لستين ايه كولوم امتحان جميل ومسألة حلوة خلاص نكمل الورقة التانية يستخدم لقط لتوليد الطيار المستمر العمود الجاف العمود الجاف على طول اختار من دل نبات البسلة لاجراء تجاربه الاسباب التالية مع عادة يعني في واحدة هي اللي غلط اهي الباقي التلاتة صح من الخصائص التارى المتردد انه متغير لاتجاه والشدة يتركب الكرومسوم كيميائيا من دي ان ايه والبروتين نبص على المعادلة الجميلة ادرس المعادلتين اعطاني معادلتين جروت سوديوم زي النطرات فضة ده احلال مزدوج زي ما انتم عارفين راس بابيض ماشي فوق دماغه وفوق راسه طب الناتج اللي هنا سوديوم معه تبقى ان ايه انه اسري ودليل ان اجابتك او اجابتك صح ان الناتج ده هو هيعمله لي بالحرارة ان ايه ان او سيري هناخد منه اتنين خلاص الاتنين ده همت هيطلع لهنه هو الغاز لانه قال لي في غاز هيطلع وما جاب ليس سيرتو بس الملح ايه اتنين ان ايه ان او تو ياريت نركز معادلات زي دي احنا حلين زيها كتير كتير الفترة اللي فات اكتب الصغة كميائية لكل من اكس هي فين اكس المصدر اكس اهي الصغة كميائية اهي عشان ما نقولش المصدر حل على المعادلة بس اهي طيب الواي غاز الاكسوجين اذكر نوع التفاعل في المعادلة الاولى المعادلة الاولى احلال مزدوج والتاني على الترتيب خلاص يبقى المعادلة الاولى المعادلة الاولى اهيت بنقصين نوع التفاعل احلال مزدوج احلال مزدوج وصده هي خلاص واضحة في الاجابة تمام اللي تحت هنا انحلال حراري انحلال حراري او انحلال بالحرارة انظر الشكل المقابل الذي امامك ثم اجب ما اسم الغدى التي يرمز لها بالرمزة الف الغدى القذرية الغدى القذرية اذكر وظيفة الهرمون الذي يفرز من تلك الغدى هو عاوز وظيفة بس خلاص يبقى وظيفته يحفز الجسم او بنقول الوظيفة الرئيسية لهرمون الادرينالين يفرز اثناء عملية الايه الطوارئ حيث يعيد توازن جسم الانسان والكلام ده فيه حاجات كتيرة بالمناسبة انا بقول الكلام ده كلام عمومي انا ممكن اقول الكلمة اللي عليكم بس يبقى يفرز اثناء عملية الطوارئ حيث يوعيد توازن جسم الانسان او يحفز الجسم اثناء الخوف او حالات كتيرة من حالات الطوارئ يستخدم الدنامول لتحويل الطاقة الحركية الى بل صوب ما تحتوى خط تنحل موظم كربونات الفلزات الى اكسيد الفلز اكسيد الفلز بصراحة محافظة جميلة وزي ما توقعنا نبار تتواجد العوم الوراسية داخل خليط الكائن الحي العوم الوراسية داخل نواة نواة خليط الكائن الحي عايز تقول داخل الكروموسوم صح خلاص بس خلانواة خليط ايه الكائن الحي يعتبر اشعال كوني من المصادر الطبيعية وليست الصناعي الطبيعية علل تستخدم السلاجة قلناها اكتر من مرة لان درجة الحرارة المنخفضة القليلة خلاص توقف نشاط البكتيريا وبالتالي يتم حفظ الاطعم توصيل بعض الاعمدة الكهربية على التوازف الدائرة الكهربية عايزين اجابة نموذجية نقول اجابة نموذجية ليه بنوصل بعض الاعمدة على التوازف الدائرة الكهربية حتى اذا حدث حتى اذا حدث وده ايه لهم بارح بس قلت في المنازل حتى اذا حدث تلف او عطلة او تلف في احد الاعمدة القهربية لا يحدث تلف او عطلة في الجهاز المستخدم في هذه الاعمدة كلام مهم طيب ما المقصود بالعامل المختزل وسكت ما قالش اي حاج هقول لعم نختزل اتابر والهايدروجين المادة التي تنتزع شوف انا فكرت ازاي مش حافظ المادة التي تنتزع الاكسوجين الصفات المكتسبة هي الصفات التي لا تنتقل من جيل لاخر كده حلنا امتحان محافظة الاسكندرية والنهاردة كان جميل ما شاء الله زي ما انتم شوفتم ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا اللي ما اشتركش وطبعا رقم الواتس انا بعدته اكتر من مرة خلاص ودايما المفروض يعني نتواصل سويا لمصلحتنا عشان الجروبات اللي احنا نبدأ نعملها زي ما قلنا عشان ما تقولش عليكم عشان الفيديو يلحق يوصل لكم بالسلامة رقم الواتس واضح عندكم ما هوت وكاتبه فكتر من فيديو باذن الله للتواصل وكل واحد يكتب المرحلة بتاعته ومن حافظة مستر مصفر رجب وحييكم مدينة دميات الجديدة الى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة